ليكون لدينا المربع ABCD فيه FG عمود منصف للضلع BC والقوس AC جزء من الدائرة التي مركزها B أو جد قياس الزاوية BED ومكن نرجع للمعطيات مرة ثانية قال لي ليكون لدينا المربع ABCD بما أنه مربع معناها جميع الأضلاع متطابقة يعني AB يطابق الضلع BC ويطابق الضلع DC ويطابق الضلع DA وبنفس الطريقة جميع الزاوية قائمة يعني هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة وهذه قائمة وهذه قائمة قال لي FG عمود منصف للضلع BC FG عمود منصف أول شي قال لي عمود بمعناها أنه هذه الزاوية وهذه الزاوية كلها قائمة وعمود منصف معناها أنه طول الضلع BG راح يطابق الضلع GC C وهذه بنفس الطريقة تعتبر الزاوية قائمة قالي والقوس A C جزء من الدائرة التي مركزها B هذا القوس A C جزء من الدائرة التي مركزها B بمعنى ثاني أنه ممكن نقول أن A B تعتبر نصف قطر للدائرة أيضا A B تعتبر نصف قطر للدائرة أيضا C B تعتبر نصف قطر للدائرة وبمعنى كلها أنصاف يعطيني أن ال-AB راح يطابق ال-E B وراح يطابق B-C كلها متطابقة وممكن أيضا راح يطابق الضلع D-C طيب نيجي الآن السؤال قال لي أوجد قياس الزاوية B-E-D B-E-D الزاوية هذه اللي أنا حدثها الآن باللون الأصفر نجيب قياس الزاوية B-E-D نبدأ بسم الله في البداية ممكن نرسم خط مستقيم من ال-E إلى ال-C لأقول لأحظ الآن بنثبت تطابق المثلثين المثلث الأول اللي هو المثلث E G C والمثلث الثاني B E G هذا المثلث الثاني المثلث B E T نجي الآن حاول نثبت التطابق المثلثين لو نلاحظ أن E G يعتبر ضلع مشترك بينهم أيضا الزاوية عندي زاوية B G E تعتبر زاوية قائمة لأن F G عمود منصف وبنفس الطريقة زاوية C G E زاوية قائمة أحيث صار عندي ضلع مشترك وزاويتين قائمتين أيضا من المعطيات أن الضلع B G يطابق الضلع G C معناها أن المثلثين متطابقين وذلك باستخدام حالة S A S ضلعين وزاوية محصورة بينهم طيب إذا عرفنا أن المثلثين متطابقين راح ينتجنا عدة أشياء ممكن تهمنا في الحل عرفنا الآن أن المثلثين متطابقين معناها أن الأضلع متناظرة متطابقة هذا يعطينا أن الضلع B E راح يطابق الضلع E C الضلع B E راح يطابق الضلع A C طيب وحنا عارفين أصلا من البداية أن الضلع B C يطابق الضلع E B والضلع E B يطابق الضلع A C معناها أن المثلث B E C مثلث متطابق الأضلع هذا المثلث يبقى له أصفر المثلث B E C مثلث متطابق الأضلع فإذا عرفنا المثلث متطابق الأضلع وش يعني هذا يعني أنه جميع الأضلع متطابقة وجميع الزوايا متطابقة هذا يعطيني أن الزاوية هذه الزاوية هذه راح يكون قياسها 60 اللي هي قياس الزاوية B E C راح يساوي 60 هذا الجزء الأول طلعنا له يعتبر جزء من الزاوية المطلوب إيجادها فأوجدنا الحين قياس زاوية B E C يساوي 60 الآن ننتقل لخطوة الثانية في المثلث في المثلث اللي بحجد الآن باللون الأزرق المثلث هذا اللي باللون الأزرق المثلث E C D لو لاحظت أن المثلث متطابق الضلعين كيف عرفنا؟ أنا عرفت أن ال E C تطابق ال D C من المعطيات في السابق لأن هذه تعتبر نصف قطر أو مو بنصف قطر هي تطابق النصف القطر وتطابق الضلع المربع معنى أن الزاويتين متناظرتين متطابقتين معنى أن الزاوية هذه والزاوية هذه متطابقتين يعني رح يعطيني قياس الزاوية E C D رح يساوي قياس الزاوية هذه اللون البرتقالي قياس الزاوية C E D وحنا بنحاول نجيب اللي يهمنا هو قياس الزاوية هذه C E D طيب عرفنا هذه الزاويتين متطابقتين لأنهم مثلث متطابق الضلعين لابد أن أجيب قياس الزاوية هذه كم؟ أنا عارف في البداية أن المثلث اللي باللون الأصفل المحديدين اللي هو B E C مثلث متطابق الأضلع معناها هذه القياسة رح يساوي ستين وأعرف أن الشكل اللي عندي مربع معناها أنه هذه الزاوية قائمة فرح يكون قياس الزاوية هذه الأخيرة هو ثلاثين قياس الزاوية هذه الأخيرة ثلاثين معناها أنا ممكن أقول أنه قياس الزاوية A C E D زائد قياس الزاوية M C D اللي هي نفسها C E D زائد ثلاثين رح يساوي مية وثمانين لأنها زوايا مثلث هذا رح يعطيني اثنين في قياس الزاوية C E D رح يساوي أطرح ثلاثين من الطرفين مية وخمسين معناها رح يعطيني أني قياس الزاوية C E D رح يساوي خمسة وسبعين معناها أنه الزاوية هذه رح تساوي خمسة وسبعين طيب إذا حبينا نجيب الزاوية المطلوب قياسها معناها أنه قياس الزاوية B E D رح يساوي ستين زائد خمسة وسبعين بمعنى تاني رح يكون هو نفسه قياس الزاوية B E C زائد قياس الزاوية C E D وهذا يساوي قياس الزاوية هذه الأولى قلناها ستين زائد قياس الزاوية الثانية اللي هي خمسة وسبعين ويعطينا الناتج في النهائي مية وخمسة وثلاثية وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر